أنه أكيد عند حضرتك كلام ممكن يكون ما سمع نهوش أو ما تقالش قبل كده بما أنك كنت حريص حرص شديد جداً أننا نتكلم النهاردة عن الرسول عليه أفضل قبل كل كلام حباً وعشقاً في رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام عليه أفضل الصلاة والسلام يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول لنا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه في كذا حديث منها من ولده ووالديه والناس أجمعين ومنها من ولده وماله ونفسه التي بين جنبيه ومنها من ولده ووالديه وماله ونفسه التي بين جنبيه والناس أجمعين روايات كلها لكن كلها مبنية على مين على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن هذا المنطلق كلنا كل من أحب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وكل من أحبه في نفسه علانية أو سرا بيقول لا إله إلا الله محمد رسوله لا إله إلا الله هو ده الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام إن أنا أمشي على نهجه أتبع ملته دينه أشهد شهادته التي جاء للدعوة إليها لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام أما لو حبينا بقى نتكلم عن شخص حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فالكلام فيه كتير ولكن إحنا هنخص المرحلة اللي هي زي ما بيقولوا إيه عيد ميلاده صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام إحنا بنتقع خلينا نتكلم يا شيخ محمد عن أكتر حاجة كانت بتميز الرسول عليه الصلاة والسلام في طفولته في إيه في طفولته إن شاء الله حال إن شاء الله أما نيجي نقول إيه حد بيحتفل بعيد ميلاده هو أو بعيد ميلاد حد عنده أو أولاده أي حد من الأقارب يعني فاللي بيبقوا موجودين دايماً بيقولوا إيه أنتوا يا فلان أو يا فلان أو فاكرين يوم ميلاده كان يوم كذا وكان حصل كذا ويبدأوا يتكلموا سرداً كده في إيه عن المعقد في الأحداث اللي سبقت الولادة وعند الولادة وبعد الولادة وفاكر أنت مش فاكر بقى عشانت كنت المولود مش عارق الكلام دا كل ويبقى إيه حاجة ذكريات جميلة كده فما بالك إذا كانت دي بالنسبة لنا إحنا ذكريات جميلة فما بالك بميلاد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بالذكريات دي آيات كانت في ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرضو لما ربنا سبحانه وتعالى ينعم علينا بميلاد سيدنا عيسى بن مريم في نفس التوقيت الزمني أيام في الفرق يبقى نقول برضو آيات ومعجزات صاحبة ميلاد سيدنا عيسى بن مريم طب بالتالي أنت مسلمة وأنا مسلم أجي في رأس السنة رأس السنة دي إيه؟ علامة مؤرخة بميلاد سيدنا عيسى بن مريم فبقول لك كل سنة وأنت طيبة يجي حد يقول لي لا 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 ما يصحش أقول له طب ما يصحش ليه؟ الأول أنت مؤمن بسيدنا عيسى آه وعارف أنه هو عبد مقرم ونبي مقرب ورسول مكلف من قبل الله أيوه يا أخي ده أنت بتسمع أن مولد مش عارف سيد فلان وست فلانة كلام ده كله وبتسمع عيد ملات فلان وفلانة من الأقارب والأصحاب والأصدقاء زي ما ذكرنا بتهني هل هم أحب وأكرم على الله من أنبيائه؟ وربنا قال لنا آمن آمنوا يعني إحنا نآمن بجميع الأنبياء آمن الرسول بما أنزل إليه من ربيه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته ورسل أو كتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله سمعنا يا رب وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير خلاص لكن أنا لما بكلم على حضرة النبي بقى تاني صلى الله عليه وسلم من نوع المحبة الزائدة والاتباع المباشر بسيدنا عيسى أنا آمنت أنه عبد الله ورسوله ونبيه مقرم ما فيش كلام وله من الآيات أقرب الآيات أنه تكلم في يوم مولده فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا قالوا سيدنا جبريل قالوا سيدنا عيسى ناخذنا على سيدنا عيسى طالما الأراء المعجزة التانية وهزي إليك بجزع نخلتي لكن تساقط عليك رطبا جني طيب هنا لما يقولوا سيدنا عيسى ولا سيدنا جبريل اللي تكلم مع السيدة مريم عليهم جميعا من الله السلام أقول طيب لو ما كانش سيدنا عيسى هو اللي تكلم كانت السيدة مريم هتعرف أنه بيتكلم ده طفل اللي لسه مولوك كانت هتعلم الغيب وتعرف أنه بيتكلم طيب الدليل لما راحت به إلى قومها واتهموها عملت إيه فأشارت إليه أشارت إليه إيه من باب علمها بأنه يتكلم وأنه معجزة فقال إني عبد الله أول كلمة فده سيدنا عيسى طيب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو استبقنا زواج أبوه سيدنا عبد الله بأمه السيدة أمنا ولما بقول سيدنا عبد الله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لامس جلدي جلده حرم الله جلده على النور أدي واحد نمرأ اتنين لما يقول تقلبت في الأصلاب الشريفة والأرحم الطاهرة يبقى ناس شريفة وناس إيه مطهرة اللي فوق ده بقوا ده اجتماعيا ترضي إن أنا أغلط في أبوكي لا طبعا أنا أرضى أنك تغلطي في أبويا لا طبعا طب وما لها أغلط في أبو حضرت النبي إزاي ومين يقدر يغلط فيه آه ده كتير عبد الله وآمنة إزاي يعني يا أخي تحشم في الكلام وتأدب مع رسول الله عليه قبل الصلاة والسلام مش معهم هم مع حضرة النبي ثانيا مين أدراك ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله هل دول جالهم رسول وهم كفروا بي ولا أمنوا بي لا جالهم ده أبوه مات وهو بطنمه وأمه ماتت وهو عنده ست سنين يبقى ما تعرضش عليهم أي دين طب ما المسيحية واليهودية كل نبيه ورسول إلى قومه خاصة ما قاله شون شر مش مكلف أنت بلد تاني أنك تأمن به ولكن تؤمن بأنه نبي لكن لا تتبعه اتباعه في قومه كما بنص القرآن مش بنصي نحن وبقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي الوحيد اللي ربنا قاله وأرسلناك للناس كافة لجميعنا الاستقلين كمان الإنس والجن قل أوحي إليه أنه استمع نفره من الجن يبقى فيه خلاص طيب لما نجي بقى لموقف زي كده سيدنا عبد الله تزوج بالسيدة آمنة بنت وه سيدنا عبد الله قبل ما يتجوز على طول كان هناك امرأة يهودية في مكة كل ما تشوف سيدنا عبد الله تدعوه إلى الزواج وتناديه أني عند الدار وعند المال وأنا إليك بلا شرط ولا قيد فسيدنا عبد الله ده كان عشان شافت النور اللي على وش يأبى أي والله ينور عليك يأبى ليه لأن عادت العرب والقراشيين أن يتزوجوا بعضهم من بعض على وجه الخصوص وهنا تقدير العزيز العليم أن ده تجوز سيدة أمينة فهاش كلام طيب سيدنا عبد الله لما تجوز السيدة أمينة كان النظام زماني عند العرب يقعد العريس في بيت العروسة بعد الزواج أقل لوقت أسبوعين 15 يوم وكان يعني أرقى المناسبات أنهم يتجوزوا في أول الشهر ويخرجوا في تمام البدر هو أمرته ويروحه في تمام البدر هذا الخمسة شهر يوم فتجوز وقعد مع أهله مع أهله وخرج بيها إلى بيت عبد المطالب سيدنا عبد المطالب ولما بقول برضو سيدنا عبد المطالب لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نسب نفسه إليه ده جده لما قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطالب طيب راح البيت في غضون أسبوع اللي قعده مش أكتر وخرج بعد كده وهو ماشي قبلته تاني قبلته تاني ما كلمتوش ما ندتش عليه الله فانتبه مرة واثنين انتبه سأله ما لك لا تنادي علي ولا تعرض علي الزواج فقالت يا عبد الله إني كنت لا أريدك أنت ولكن كنت أريد النور الذي كان في وجهك وقد انتقل النور منك إلى آمنة تبدي عرفت إزاي ربنا حلها بآية موجودة في كتاب الله الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم تقدري ما تعرفيش ابنك أو بنتك ما ينفعش يبقى زي ما بعرف أولادي هم عارفين حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد كده نودية للتجارة الخروج قافلة للتجارة وخرج فيها سيدنا عبد الله طب نرجع بقى نقول إيه السيدة آمنة تزوجت سيدنا عبد الله إمتى إحنا عارفين إن سيدنا النبي الصح أو يعني على أكثر الأراء إن الميلاد 12 ربيع الأول يوم لتنين يبقى لما أرجع كده بالشهور اللي ورا عايز 9 شهور بالتمام طيب نيجي بقى 9 شهور آه يبقى سيدنا عبد الله تجاوز السيدة آمنة في شهر رجب في أول رجب وحملت في 12 رجب لأن من 12 رجب 12 شعبان 12 رمضان 12 شوال 12 زل قاد 12 زل حجة 12 محرم 12 صفر 12 ربيع الأول يبقى تمت إيه فترة الحمل ولذلك آه يقول المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ميلاده كده في أشهر الحمل يقول يعني ينادي السيدة آمنة ويقول لها إيه يا آمنة بشراكي يا آمنة سعدك وجب لما حملت في رجب شعبان شهر ثاني النور فيه باني هو صاحب القرآن سبحان من أعطاكي رمضان جاء بالهنة يا آمنة نلت المنى يجمع شملك ربنا بالمصطفى هنّاكي شوال شهر رابع النور فيه ساطع نبض الحبيب رافع يناجي إلى مولاكي زل قعدتي جاء بالوفا وربنا عنك عفا رحمة بالمصطفى النبي الزاكي زل خجتي سادس وعدك يا آمنة يا سعدك الله يجمع شملك بالمصطفى هنّاكي سلامه محرم جاء بالندى مبشرا بأحمد وفي صفر شاع الخبر عن النبي المنتظر وفي ربيع الأول ولد الحبيب مكملي عليها أفضل يا آمنة تأملي نوره أكساكي ولد الحبيب ساجدا لربه موحدا فجاء الندى من السماء صلوا عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام نعم يبقى دي شهور الحمل بتاع حضرة النبي اللي كان فيها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في بط أمه بعد كده لما خرج أبوها عبد الله طبعا راجع فمرض ومات في مرضه في المدينة خلينا نخلق